بعث صاحب سمو الملكي لميس سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الباجي قائد السبسي بمناسبة فوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت بجمهورية تونس الشقيقة وقد عبر سموه فيها عن أطيب تهنه وصادق أمنياته لفخامته بمنفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق وأماله في مزيد من التقدم والزهارة مشيدا سموه بهذه المناسبة بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات